السلام عليكم ومرحبا بكم معي ان شاء الله الفيديو تالي يوم يلقاكم في تمام الصحة والعافية مثل ما راكم تشاهدوا في الفيديو اليوم راح نقترح عليكم هاد تحلية بالفارولة والكريمة يجي طعمتها رائع وان شاء الله إذا جربتوها راح أتنال إعجابكم خليكم معي نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة في البداية راح نحتاج إلى كمية من الفارولة انا هنا استعملت 250 غرام من الفارولة قطعتها قطع صغيرة مكعبات طبعا نستعمل أي فاكهة تانية يعني اللي تكون متوفرة عنا بالبيت راح نستمر في تقطيع الفارولة بهذا الطريقة هذي وبعد ما ننتهي من كل الكمية راح نشوفوا مع بعض المرحلة التانية من الوصفة في هذه المرحلة هذي راح نحتاج إلى علبة من الجولي بنكهة الفارولة وإذا استعملتوا فاكهة تانية تستعملوا الجولي اللي تكون مناسبة معها نفرغ هذا العلبة هذي ونضيف عليها 150 ميلي لتر من الماء اللي يكون مغلي نحرك جيدا المكوينين حتى يصير الخليط تانية متجانس وبعد ذلك راح نضيف عليها 150 ميلي لتر من الماء اللي يكون بارد وهكذا نستعمل مباشرة الجولي تانية في الوصفة نوزع هذه الفارولة اللي كنت قطعتها مسبقا على الفيغين تاعي انا هنا هذي الكمية اللي استعملتها جاتني في ست كؤوس وطبعا تقدروا تستعملوا أي نوع تاني من الفيغين نسكب هذه الجولي تاعي اللي كنت حضرتها مسبقا على الفارولة اللي حطيتها في الفيغين ونحتفظ فيها في المبرد من ساعة إلى ساعتين حتى يصير القوامتها مثل الجولي يعني يتصير جامدة في هذا الأثناء نحضر الكريمة راح نحتاج إلى 500 ملي لتر من الحليب نضيف عليها ملعقتين كبيرتين من الفارينة أو الطحين نضيف كذلك ملعقة كبيرة مليانة من الميزنة أو النشاء بيضة كاملة وملعقة صغيرة من الفانيليا نخلط جيدا هذه المكونات على البارد قبل ما نحطها مع الغاز نخلطهم جيدا وبعد ذلك نحطهم على الغاز غاز يكون نار متوسطة نضيف كذلك ملعقتين من سكر حبيبات هذا وين تفكرتم المفروض كنت نضيفهم في بداية الوصفة لكن ما كانش مشكل يعني نقدر نضيفهم كذلك في هذه المرحلة هذه ندفع عليها ملعقة صغيرة من الزبدة ونستمر في الخلط حتى ندوب الزبدة كليا وقوم بعمل كريماتا ونسكب الكريماتا ونغطيها بلاستيك غذائي ونحتفظ بها في المبرد حتى نبرد كليا نحضر الكريم شانتية نحتاج إلى علبة من الكريم شانتية بوزن 75 غ نضيف عليها 100 مليلتر من الحليب بارد ونخفقها جيدا حتى نتحصل على هذا القوام يعني يكون قوام كثيف نحضر الكريم شانتية نضيف الكريم شانتية نضيف الكريم شانتية نضرب الكريم شانتية نضيف الكريم شانتية نضيف الكريم شانتية نضيف الكريم شانتية حدة لبيك شانتية أستطيع أن أضيف الكريم شانت الناس نضيف الكريمhab وهذا اللي اعطاهم هاد اللمعة هادي التحلية على اليوم صارت جاهزة نأكد لكم انه الطعم تحا كان رائع نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة وان شاء الله رايحة تنال اعجابكم اذا عندكم اي استفسار خليوهولي في التعليقات وإلى المنطقة في وصفة جديدة ان شاء الله شكرا